في اي بقعة يحيي الشباب العراقيون يومهم العالمي في المخيمات ام في المعتقلات حيث الداخل يبتلع احلامهم ويخنق حركتهم اما الخارج فعلى سياج الحدود الاوروبية وفي غاباتها حيث لا حكومة تنقذهم ولا جواز سفر يخلصهم لتوانيا تختصر حال الشباب العراقي الفار من جحيم حكومات بغداد الى حيث ينشد مكانا يلبي ابسط احتياجاته الانسانية لكنه فر من عذاب الى اخر يحشر العراقيون المهاجرون في نقاط احتجاز في لتوانيا ويتعرضون للضرب والاهانة داخل معسكر كان مكبا سابقا للاطارات القديمة والتالفة تم تعديله ليستقبل اللاجئين قافلة العذاب العراقية تمتد لالاف الكيلومترات من العراق الى بلاروسيا ثم تتوقف امال الوصول في لتوانيا بعد ان قطعوا الغابات اليها سيرا على الاقدام شباب ونساء واطفال لا معين ولا مواسي لا حكومة تسأل عن حالهم ولا سفير اطلع على مأساتهم الحكومة اللتوانية هاتفت حكومة الكاظمية اكثر من مرة لكن الاخيرة خارج نطاق المسئولية لم تبده اهتماما جدا لمصير مئات العراقيين العالقين على حدود اللتوانيا سوى بعض التصريحات بشأن تسير رحلة لاعادة بعض العالقين هناك ولتكتمل فصول المأساة نفدت اموال هؤلاء المهاجرين بعد ان انفقوها في محطات السفر فضلا عن وقوعهم في فخ المهربين العالقون في لتوانيا اصبحوا بحكم المعتقلين الاسارة ما بين دول ترفض استقبالهم وحكومة لا يجمعها بهويتهم العراقية الا اسم العراق المكتوب على اوراقهم الثبوتية ليتحولوا في النهاية الى جثة للدعاية بين بيلاروسيا وليتوانيا وفقا لوصف صحيفة واشنطن بوست